السلام عليكم اخوتي اخواتي اتمنى انكم تكونوا بخير على خير ويلقاكم ان شاء الله هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية الفيديو اليوم سيكون مختلف على الفيديوهات السابقة وكذلك اول فيديو من هذا النوع وصراحة اخذ لي بزاف ديال الوقت باش نحضره لكم بما ان العالم تيدوز من ازمة مالية خانقة واغلب الناس خصوصا طبقة المتوسطة والفقيرة تزيروا بزاف كان الناس مساكن من يفقدوا الاعمال من يغيروا الخدمة ومن يتقلبوا الحياة من سيئ الاسوأ مهم هذا الفيديو موجه لربات البيوت وكذلك لأي شخص شاد المصروف الله يعين للجميع نتمنى ان هذا الفيديو هذا يكون مفيد لكم وما يكون شتعب لذلك اخوتي اخواتي اعجبكم الفيديو ضغطوا على زر الاشتراك وما تبخلوش عليها باللايكات وكذلك البرتاج مع صاحبكم ومحببكم وما تنسوش اراءكم في التعاليق بالنسبة لأي واحد سيكون لديه تساؤل بالنسبة للمعلومات سنقدم لكم اليوم وانا ان شاء الله سنحاول ان نجاوب الجميع موضوع فيديو اليوم سيكون على تنظيم المصروف وهو موضوع سيكون من الاولويات سنهتمو به بزاف بزاف ونعطوه وقت اكثر وكذلك سنزعموه ونجربوه مجموعة من الحلول والطرق حتى نجد طريقة التي ستناسب نحنا كاشخاص ليس بالضروري نتبعوا نظام معين وضعها قناة او الاقتصار لانا كل واحد مننا عنده نمط العيش مختلف على الاخر وكذلك مدخول مختلف وحتياجات مختلفة زيادة على عدد الافراد وكذلك الاعمار انا حاولت في هذا الفيديو اني نحط مجموعة من القواعد اللي غادي تمكنكم من انكم تتخلصوا من الضغوطات المادية وكذلك غادي نقدم لكم مجموعة من الافكار اللي غادي تخليكم تجريوا الميزانية وتعرفوا فلوسكم فين كتمشي وتكملوا شهر بلا كريدي بلا سلف تقدروا كذلك توفروا مبالغ مهمة شهريا غير من المصروف ديال البيت وكذلك ترفعوا من القيمة ديالهاد المبالغ شهر بعد شهر بغض النظر الى الاختلاف ديالكم واختلاف المهن ديالكم وكذلك المداخل ديالكم متمشيو فين تبعوا الفيديو الى النهاية باش تفهموه مزيان عليش كنظر بالنسبة لهذا القواعد انا قدرت اني نحددها عن تجربة خاصة ولكن غادي نقدمها لكم بشكل عام باش في النهاية ديالفيديو اي واحد كمل الفيديو من البداية حتى النهاية غادي يكون قادر انه يحدد فكرة او لا تكون عنده واحد الفكرة على اشنه خاصه يدير وكيفاش غادي يجري راسه نبدو على بركتي الله اول حاجة غادي تحتاجه معي ستيلو وورقة باش غادي تسجلوا فيها المعلومة اللي غادي نعطيكم وكذلك القواعد اللي خاصكم انكم تضبطوها وتفهموها مزيان نبدو على بركتي الله بالنسبة للقاعدة الاولى في الاقتصاد وتدبير المصروف هي تحديد المداخل والمصاريف وتصنيفها اول حاجة حاولوا انكم تقيدوا معي هاد المعلومة اللي كان اعطيكم القاعدة القاعدة الاولى لنا هي تحديد الدخل اولى المداخل والمصاريف وتصنيفها بمعنى كيفاش غادي اننا نصنفو هاد المداخل وهاد المصاريف في كل البيت كان مجموعة من المصاريف اول حاجة بالنسبة للدخل انا بدو بهو الول الدخل اراه معروف سواء كان دخل يعني تابت او كان دخل اضافي يعني كان الناس اللي عندهم وظيفة واحدة او مصدر دخل تابت وكين اللي عندهم الوظيفة زائد دخل اضافي يعني هاد البرنامج او الاستراتيجي كتصلاح لأي واحد المهم ان تحددوا الدخل او الاستراتيجي وانا تضيفون القيمة كل واحدة بالمثال 2000 درهام او 3000 درهام او 4000 درهام كل واحدة يعني تضيفين قيمة الدخل التابت وهنا قيمة الدخل اضافي تمنى انكم تكونوا كدونوا هاد المعلومات هذي باش تستفدوا اكتر دوزه دابل تاني حاجة واللي هي المصاريف بالنسبة للمصاريف عندنا مصاريف تابتة يعني المصاريف كتنقاسم لثلاثة دي الانواع كين المصاريف تابتة وكين المصاريف او لمصاريف متغيرة وكينة مصاريف طارئة اشنو كان عنيو بالمصاريف التابتة المصاريف التابتة كان عنيو بها مثلا لكان شخص يعني كاري لكان عندنا ثمن اولا السومة السومة الكيرائية كتتحدد انا ما غديش نعطيكم ارقام بالنسبة لها الفيديو هذا ما غديش نخدم بالارقام او الا بالمبالغ افواً غدي نخدم بشكل عام باش كل واحد يقدر انه ينزل مصاريف دياله وكذلك الدخل دياله على حسب اشنو هو عنده يعني كلي كاريب الف درهم كلي كاريب الف وتمنمية درهم كلي كاريب الفين درهم ما يمكنشي انا نحط واحد ثمن وغنبني عليه وكل واحد ودخل دياله اول حاجة المصاريف تابتة كيف ما قلنا في السومة الكيرائية فيها الماء والكهرباء فيها كذلك الانترنت او الويفي هادو بثلاثة بهم كيت تعتبروا مصاريف تابتة عندنا المصاريف المتغيرة المصاريف المتغيرة كين فيهم بزاف ديال الحويج غدي نختصرهم ليكم في المواد الغدائية غدي ندخلو فيهم كذلك مواد تنظيف الملابس وعندنا كذلك المصاريف الشخصية بالنسبة لهذا المصاريف الشخصية بحل مثلا الى كانت كانت شخص خدام يعني عنده ترانسفور او مثلا عنده ليسانس ديال طنوبيل او المزود ديال الموتور يعني على هذا الشيء اللي كنقصده بحنا المصاريف الشخصية كذلك بالنسبة النساء يعني مواد جميل بزاف ديال الحويج اخرين كيدخلو في هاد المصاريف الشخصية غدي نتكلمو عليهم انتهم بوحدهم اما بالنسبة الثالثة واللي هي المصاريف الطارئة هنا كنهضرو بالضبط على طبيب والدوء بالنسبة لهذا النقطة الثالثة عندي لديكم فلوريسون او لهذا المصاريف الثالثة هذه نقدرون نقولوا لهذا هي مصاريف تابيطة ولكن علش ازلناها بوحدها كمصاريف طارئة لانها كتحط لها واحد لاصوم يعني ممكن اننا ما نحتاجوهاش نحطينا مثلا نعطينا مثلا خمسة لف درهم حطينا واحد خمسة لف درهم هناك برناه في واحد الجوة مثلا ونحطيناها في واحد الكونت بانكير كنقولوا هذا الخمسة لف درهم خاصة إلا جاتنا شي حاجة لا قدر الله يعني شي واحد مراد شي حاجة في الدار شي واحد فينا الله يسر كيكون عندنا فلوس محطوطين انا ننهزوه هادك مثلا الوليه دلي طارت لي ديك الحاجة ولا مثلا هادك الشخص اللي مرض على غفلة ننهزوه فيها مصاريف ديال طبيب فيها ترانسبور ديالو لقدر الله حتاجين على الامبيرانس ولا شي حاجة فيها كذلك التحالي فيها الدواء فيها كل شي يعني عوض اننا نحنا غادي نحتاجو نمشي وناخدو مثلا من الفلوس ديالنا في الخدمة او مثلا تلفو من عند شي واحد كيكون عندنا احنا وحد المقدر ديال المال حاطينو نحنا لهذا الغرض هذا بالنسبة لهذا المصاريف طريق انت من الله انه نتاشي واحد ما يقرب لها وحتى اشي واحد ما يحتاجها بالنسبة المصاريف التابعة كيف ما أكتلكم فهي بين ثم الكرائية المو الكهرباء الانترنت هادلولة والثالثة مادنش فيهم مشكلة لانهم كيفما أكتلكم هذا مبلغ ما ليكا نحطوه على جند هادو على كل شهر بينها مثلا المصاريف المتغير المصاريف المتغير المصاريف المتغير المصاريف المتغير المصاريف المتغير نجد صورة في انستغرام نجد صورة سوف تدخلوه ونجد صورة في الفيديو إلا تريد ان تراجعوا ويجب أن تراجعوا ويجب أن يسمع فيديو يمكن أن يستبدو من هذه الطريقة بالنسبة للمصاريف المتغير ويجب أن نجد صورة ويجب أن نحقق فيها القاعدة أو الشرط الأول أول خطوة يجب أن نجد ضروري أن نأخذ ورقة ونسجل ونسجل فيها الاحتياجات ونحق ونسجل مصاريف اول خطوة تسجيل الحاجيات هذا الخطوة تسجيل الحاجيات ندركها كل شهر نرى ما هي الحاجات التي تقدموا ومنهم كمية التي تستطيع ونقوم بها ونقوم بالدخول ونقوم بها ونقوم بها او نقوم بها ونقوم بها حيث في سجأ ونحط لها سوف نركز على المصارف المتغير على المصارف سوف نركز فقط على المواد الغذائية ومواد التنظيف لكي لا يكون الفيديو طويل من بعد ما سجلنا الحاجيات اللي خاصة لنا باش نخرج ونتقدوهم خطوة الثانية هي التصنيف ثانيا تصنيف الحاجيات باش نصنفو هاد الحاجيات بالنسبة للقاعدة اللي غادي نعطيكم عندنا تلسة ديال تقسيمات تصنيف الحاجيات حسب ثلاثة تقسيمات أول حاجة عندنا الحويج اللي سنشريوها مرة كل ستة هشهر عندنا مشتريات كل ستة هشهر عندنا كذلك الأشياء أولى المشتريات مشتريات شهرية أسبوعية يعني الحويج اللي سنشريوهم كل شهر غادي نشرح لكم إن شاء الله بالتفصيل بالنسبة لهذه المشتريات أشنو كي يكون فيهم بالضبط في النهاية ديال الفيديو أتمنى أنكم لا توقفوش الفيديو كملوا حتى النهاية ندوزوا دابا القاعدة الثانية والتي حتى هي مهمة بثاف اللي هي هاي ندوزوا دابا القاعدة ثانية اللي هي تحديد تحديد مبلغ أولى مبالغ لكل غرض إلا جينا نطبق القاعدة الثانية على هذا المصر دائما عفوا سنطبقوا القاعدة على هاد المصاريف بثلاثة بالنسبة للقاعدة اللولى اللي قلنا ديال تحديد المصاريف وتصنيفها فإحنا حددنا المصاريف اللي عندنا مصاريف تابتة مصاريف متغيرة مصاريف طارئة القاعدة الثانية حتى هي نطبقوها عليهم تحديد مبلغ لكل غرض يعني حددنا احنا المبلغ ديال المصاريف التابتة وحطيناها على جنب حددنا المبلغ ديال المصاريف الطارئة وحطيناها على جنب كيبقى لنا المصاريف المتغيرة حتى هي كنا نحددو لها واحد العصوم مثلا كيبقى على حسب يعني كل شخص والدخل دياله على حسب الاحتياجة دياله كيبقى على حسب الاحتياجة دياله على حسب الاحتياجة دياله كل واحد على حسب كيبقى على حسب الاحتياجة دياله هنا كنا نحددو كيفما قلت لكم مبلغ لكل غرض وبالنسبة لهذا المبلغ هذا فهو كيتحدد على حسب عدد الأفراد والأعمار ديالهم لأن الأسرة التي فيها مثلا أطفال صغر ما زالت استعملوا الحليب ديال الصيدلية وكذلك لكوش المصروف دياله تختلف على الأسرة اللي الجميع الأفراد ديالها باليغين هذا كميسل أطيت لكم المحدد الثاني هو طبيعة الأكل بمعنى وش جميع أفراد يعني كيتبعوا يعني كي يكلوا مكلة عادية أو لكن شي حد عنده مثلا مكلة خاصة ينتبع مثلا نظام غدائي لزيادة الوزن أو لإنقاس الوزن يعني هاد الشيء خاصنا ناخده بعين الاعتبار لأنه كي كيفرق شوية في طريقة ديال المصروف يعني مثلا كان العائلة كتتاكل كل شيء يعني مكلة عادية كتكون شوية نقصة على الميزانية ديال الأسرة إذا كان فيه شي واحد متبع واحد النظام غدائي معين يعني صحي كي يحتاج حويج زيادين أنه يكلهم يعني مهم بثبت الحويج هاد الشيء نقدر نشرح لكم من بعد في شي فيديو بوحده هنا الحاجة الثالثة واللي هي البلاصة اللي تنتقدون منها وكتختلف كذلك من شخص آخر ولا حسب المتوفر في كل منطقة كين الناس اللي تتقدون من الأسواق الأسبوعية والهري كين الناس اللي تتقدون من الأسواق الكبرى كين الناس اللي تتقدون من أسواق السلام إلى غير ذلك كالقبض هذه القنوات اللي مهتمين من مواضيع الاقتصاد ما تنصحوش عفو الناس بالمقضية من هذه الأماكن أنا متوافقة معهم ولكن بنسبة 60% لأن هذه الأسواق تعتمد أساليب تجارية مغرية تتخلي الإنسان بلا ما يحس يشري شي حويج وهو قاعد ما محتاج لها مثلا يقدر يندم عليها من بعد فهذا الحالة سأعطيكم الحل بسيط وعن تجربة شخصية مثلا من اللي يوصل الوقت اللي أنا سأحتاج فيه المقدية من هذه الأماكن أول حاجة ندير ندخل صفحة ديالهم نأخذ ورقة وستيلو نشوف العروض ما هي الحاجة اللي أنا محتاجها وديرين فيها هما مثلا نعطيكم مثلا عندنا مثلا تيد نديرين فيها واحد العرض عندنا الزيت اديرين فيها واحد العرض بعد ذلك الهدوة لم نقيدها في ورقة مع الكيمية اللي أنا بغاء ناخد مثلا بوضيزة الزيت انا الزيت لنقيد الكمية لنقيد طوطال اللي غادي جيني نقيده وهذا المبلغ اللي غادي يخرج لي في طوطاله هو اللي غادي نزمع فقط أفضل المرجان ويبدأ نتقدي يجب أن نأخذ نحن على مكتوب أمسكت عيني هنا أو هنا ويجب أن نأخذ شيء أكثر يجب أن نقوم بأسطامة ويقوم بإمكانك الملات ويجب أن نأخذ نحن على مكتوب ويجب أن نأخذ نحن على مكتوب من بعد وضع المرجان ودخلت محل من هذه المحلات وضع المحلات ولكن نفس هذه المحلات لا تكون أغريني لا تكون أطروفية ويجب أن نأخذ هذه المحلات انا احتاجها من بعد لا احتاجها من بعد هذا الهر بين قوسين بالنسبة للناس من الناس الذين تقدموا من يكونوا فعالة بخوموسيون لن يكونوا ميزة كما نقوله ميزة من المرة كنت نخذ من عنده مثلا تيد كي تدي لي مدة طويلة كنت نقص علي تقريبا شو ملهري انا كنت تريد مئة بين قوسين وصافي ندوزو دابا القاعدة الثالثة وهي الاخيرة وهي اهم قاعدة فاتشي كامل وهي اللي ضير عليها هاتشي كامل وهي تحديد مبلغ معين شهريا للإدخار اما تكون من الدخل الشهري او لا تنقدر نحيدوه يعني من المصروف ديال الشهر يعني اما كان نحيدوه المصاريف التابسة والمصاريف المتغيرة والمصاريف الطريقة نديروه هنا يعني وحد نجي مصغيرة الادخار او الحالة الثانية نحيدوه او لا نقدر نوفره من المصروف الشهري يعني من هاد المصاريف المتغيرة هادك لاصوم او لا هادك المبلغ اللي كان كون محددين لهذا الغرض هذا كل شهر كنحاولوه انا ننشيطه منه المبلغ معين كنحطوه في الإدخار وهذه هي القاعدة الثالثة القاعدة الثالثة تحديد تحديد مبلغ معين للإدخار نراجعوه الى هادك المصاريف المتغير وكيف الشخصنا نقسموه على حسب التقسيم هذا اللي اعطيتكم هنا مشتريات ديال كل ستة أشهر مشتريات شهرية ومشتريات الأسبوعية بالنسبة له هادك المقادية اللي قلنا ديال ستة الأشهر الغرض منها هو إنشاء ستوك في البيت هاد الفكرة هاد ديال ستوك في المنزل كانت قالتها وحد الأخت الله يجزيها باخير يمكن لكم بزر كتوك تعرفوها يعني القناة ديالها نسيت الاسم ديالها بالضبط مهم هي اسمها خديجة الصحراوية اسم ديال القناة طويل ننسيشه دابا قدرنا نخلي لكم في صندوق الوصف الاسم ديال القناة ديالها كامل اللي بغت شي وحدة أنها تمشي عندها تدخل عند القناة ديالها همشي كان ديال إشهار يتبرك الله رغاني على الإشهار ولكن يتبرك الله كتحت بزر ديال الأفكار بزر ديال المواضيع عندها بزر ميتقال كنظن أن الأغلبية كيعرفها لأن قناة ديالها من القنوات القدام ومن القنوات الكبيرة يعني ما شاء الله عندها مواضيع بزر كتهم هاد شي ديال تنظيم البيت والمصروف وبزر ديال الحويج لا يعني ناشا بنيسبة للمقضية ديال 6 شهر قلنا الغرض منها هو إنشاء ستوك في الدار هذا الستوك الهدف منه أنه يوفر عليكم المقضية ديال الشهر تنتقدروا فيه الحويج اللي ما تيخسروا شو تيصبروا يعني نعطيكم مثال أنا وجدت لكم واحد القائمة هنا باش مني نكون كان نقول لكم ما ننسى شي حاجة حضرت واحد القائمة لكل مقضية كل ستة أشهر كل شهر كل أسبوع ستقدروا فيها الزيت سكر سانيدة الخل زيت الزيتون تيت ديال ماكينة تيت ديال العبار او لتسبين باليد كانت تقدروا فيها كذلك صابون شامبوان القهوة السلوفان خميرة للحلويات سكر فانيلة كان ندخلهم في المقضية ديال 6 شهر لأنهم يخسروا شو تتمن ديالهم شوية طيح عندنا كذلك البلاستيك ديال المجميد سائل غسل الأواني عندنا جعفل ساني كروة ورق المطبخ ورق المرحاد ورق المرحاد ورق المرحاد ورق المرحاد ورق الطبخ ورق المرحاد سوف ندخله في المقضية ديال 6 شهر اما بالنسبة للمقضية الشهرية اولا ديال كل شهر فكان ناخد فيها الحويج اللي سنحتاجهم كل شهر وفي النهاية ديال كل شهر كان نقلب الحويج اللي سالوا لنا والحويج اللي مازالين باش من اللي نمشي ونتقده نحاولو نوفر واحد شوي يعني مثلا هات الشهر انا خديت الدقيق مثلا خديت عبره ديال دقيق ديال القمح باقي لي منها مازال اللي غادي قدني مثلا مددين 15 يوم ولا 20 يوم في الشهر يعني ما غاديش نمشي نعود نكيل عبره غنقيل قل من عبره فهد المقضية الشهرية كان نحتاجه البوطة دقيق كما اكتلكم الابيض يعني فورس كان اخذ كذلك الدقيق القمح الكامل كان اخذو حليب نيدو عندي كذلك العدس عندي الحمص الروز البلبولة الكسكسو سميدة ديال الحرشة عندي هنا فورماج عندي الزبدة العطرية واللوازم ديال الحلويات اللي كيدخول فيها مثلا شوكولات اللوز قرقاء داك شي ديل تزين حلويات ونحضر الكيك ونحضر الكيك عندي كذلك خميرات الخبز نحاول ان اخذها في المقضية الشهر لم يكن اخذها في المقضية الشهر لم يكن اخذها في المقضية الشهر حيث ان اخاف انها تفسد اما بالنسبة للمقضية الأسبوع فانا كنفضل انكم تخصصوا لها واحد المبلغ على حسب عدد أفراد الأسرة هذا المبلغ هذا ندخل فيه اللحوم الخضر والفواكه الدجاج الاسماك البيض الكفتة لا يوجد اي حاجة يعني عندها علاقة بالمواد الحيوانية وكذلك الخضر والفواكه وصلت نهاية الفيديو نتمنى ان هذا الفيديو هذا يكون الاعجاب وتكونوا استفتوا منه واخذتوا منه معلومات اللي غادي تنفعكم ويلا اعجبكم هاد النوع من الفيديو هاتو بغيتوني يزيد نحط ليكم يعني افكار اخرين صراحة عندي بزاف بزاف دي الافكار غادي نبارتاجيهم معاكم خليوا لي في التعاليق يعني الاسئلة اللي عندكم بخصوص هاد الشي اللي قدمت لكم ولكن عندكم شي اقتراحات او لبغيتوني ندلكم شي تقسيم مثلا معين قلوا لي اشنو بغيتو في التعاليق وانا معاكم وغادي نخلي لكم الانستغرام دي الانتمنى انكم تدخلوا لي وتواصلوا معايا فيه لكن عندكم شي حاجة ومارحبا بكم مرة اخرى في قناتي لا تنسوش تضغطوا على الزر الأحمر وفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد الفيديو هات اللي كان حط وإلى عجبكم هاد الفيديو لا تنسوش تضغطوا على زر الاعجاب وبرتجوا مع صحابكم وحببكم باش تعمل الفائدة نتلقوا ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفة جديدة او لموضوع جديد السلام عليكم ورحمة الله